بكونت أكيد حضراتكم تابعين اللي بيحصل خلال الفترة اللي فاتت في ملف تطوير العشوائيات والمناطق اللي كانت يعني لا تليق بالمواطنين في هذه المرحلة في الجمهورية الجديدة دلوقتي نروح مع حضراتكم لمنطقة الظهور في 15 مايو وكلنا كنا عارفين اسمها خلاص بقى من الماضي ما نحبش نذكره حتى يعني هنتبع لقاءة مهم جدا مع المهندس أحمد إمام معاون رئيس جهاز 15 مايو هيكلمنا عن أعمال التطوير اللي تمت هناك مع زميلنا رامي محمد يا رامي صباح الخير صباح الخير يا شازلي صباح الخير بسانت صباح الخير على كل متابعي صباح الخير يا مصر من موقع زي ما تكلمت يا شازلي الشاهد على العملية التطورية الخاصة بالمناطق غير الأمنة والتي تعرضت لسيول في عام 2020 بنتكلم كمان على سكن آمن لكل المصريين موقع المتواجد في الآن ظهور مدينة 15 مايو بنتكلم عن أكتر من 67 فدان هي مساحة المشروع مقسمة ما بين أكتر من 40 عمارة سكنية بنتكلم كمان عن أكتر من ألف وحدة خاصة بالمواطنين مفروشة ومجهزة لإستقبال المواطنين بنتكلم كمان على خدمات مختلفة كتير جدا وكمان الحظائر الموجودة للأهالي المنطقة دي تحديدا والأعمال اللي كانوا بيقوموا بيها وكمان المخازن وأعمال الفرز والأماكن الخاصة به الخدمات المدارس وأيضا المسجد والكنيسة وبنتكلم كمان عن مركز الطبي يعني مجتمع متكامل ومدينة متكاملة مدينة ظهور 15 مايو لكن خلينا نقترب من أرض الواقع شوية بترحبنا ولقانا مع المهندس أحمد إمام معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو برحب بيك باش مهندس معانا وكلمنا عن المشروع اللي موجودين فيه دلوقتي الظهور 15 مايو اسم مختلف عن السابق بشكل كبير جدا الصورة الذهنية مختلفة كمان المنطقة اللي كانت متضررة من السيول الآن فيه ساكن آمن لكل المصريين وأهلها بالذات وحاليا إحنا موجودين في مشروع ظهور مدينة 15 مايو وده أحد المشاريع القومية اللي بتتبناها الدولة لتوفير ساكن بديل لإخواننا المتضررين من حادث السيول اللي حصل في 2020 وفور حدوث السيول صدرت توجيهات الكيادة السياسية فورا بإنشاء مجتمع عمراني متكامل يتناسب مع طبيعة عمل إخواننا المتضررين من حادث السيول المنطقة هنا على مساحة 67 و37 من مية فدان وهي زي ما قلت لحضرتك مجتمع عمراني متكامل الخدمات بإجمالي 42 عمارة بإجمالي 108 وحدة ساكنية الوحدات الساكنية بمساحة 90 متر مسطح 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة المرافق والفرش وهنا بنتكلم عن الوحدات الساكنية وبنتكلم كمان عن المساحة الخاصة بالمشروع المقاصمة إلى أكثر من موقع كلمنا فندي معا الخدمات المقامة هنا لأهالي المنطقة سواء خدمات خاصة بالمركز الطبي، الحضانة، المدرسة، وكمان الجانب الديني كعادة هيئة المجتمعات العمرانية إنشاء المجتمع يكون مجتمع متكامل الخدمات فإحنا عندنا هنا مقام منطقة خدمات على مساحة 7200 متر مسطح مقام عليها جميع الخدمات الصحية والتعليمية متمثلة في مدرسة تعليم أساسي على مساحة 4000 متر مسطح ومركز طبي بمساحة 1000 متر مسطح بالإضافة لسوق تجاري 8 محلات لتوفير الأنشطة التجارية وعلى مساحة 1700 متر بالإضافة لحضانة لخدمة أهالي المنطقة على مساحة 500 متر مسطح كده يكون متوفرة عندنا جميع الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية لأهالي المنطقة على بعد مترات بسيطة من العمارات السكنية وإحنا بنتكلم عن الجانب الخاص بالخدمات وكمان توفير مجتمع متكامل هنا لو تكلمنا عن التكامل في إتاحة كمان فرص العمل في إتاحة كمان الوظائف والأعمال اللي كانت قريبة من أهالي المنطقة اللي هيتم نقل الأهالي إلى هنا لو بنتكلم عن الحزائر اللي موجودة كلمنا عنها أيضا وتاحتها للمواطنين هو بصراحة لمصادرة التوجهات كانت واضحة وصريحة هو إنشاء مجتمع عمراني متكامل يتناسب مع طبيعة عمل المتضررين علشان كده إحنا قمنا بإنشاء 833 حظيرة لتربيت المواشي وخلافه وكمان ثلاث مناطق مستقبلية على مساحة 15 فدان لإمكانية إنشاء مصانع تدوير مخلفات لمساعدة أهالي المنطقة في استكمال أعمالهم بالإضافة لمنطقة مخازن على مساحة 6000 متر مسطحة نتكلم عن 1008 وحدة سكنية كلمنا كمان بقى عن المواطن المستحقين المستحقين المعايير اللي بيتم بنان عليها تسليمهم لوحدات السكنية وكمان عددهم هو اللجنة المشكلة برئاسة جهاز مدينة 15 مايو عن هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة انتهت من حصر المستحقين للوحدات السكنية وللحظائر بإجمال 620 مستحق للوحدات السكنية و724 مستحق للحظائر وتم طبعا الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 100% والوحدات جهزة الفرش والتشطيب وحاليا المواطنين بيكونوا بدفعة عقودات المياه والكهرباء للبدء فورا في أعمال التسكين المهندس أحمد إمام معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو أشكرك على تواجد معنا شكرا يمكن زي ما تابعنا الأرقام خير شاهد والموقع كمان شاهد بشكل كبير جدا على العملية التطورية التي تشهدها عدد من المناطق غير الأمنة لتوفير السكن آمن للمصرين وتحديدا المتضررين من سيول عام 2020 ولو بنتكلم كمان على توفير بعض الخدمات ومجتمع متكامل تجاري وأيضا بنتكلم عن السكن آمن بنتكلم كمان عن أعمال خاصة بأهالي المنطقة متوفرة بالشكل كامل لكي يكون أمامنا لوحة من مجتمع عمراني تجاري سكني لكل أهالي هذه المنطقة نشكرك يا رامي والشكر موصول أكيد لبشمونس أحمد